من اسطنبول ينضم إلينا جواد جوك المحلل السياسي سيد جوك لليوم الثالث علاءة سوالي الشرطة التركية تواصل حملة قمع للأكراد وتعتقل العشرات منهم بداية لماذا هذه السياسة في التعامل مع المظاهرات ولماذا هذا العنف أنا أعتقد أنه السبب الأول والرئيس هو تراجع شعبية حزب الحاكم حزب أردوغان العدالة والتنمية بصراحة أنه هؤلاء كانوا يعرفون أن الهزيمة في تلك المدن سوف تكون بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم وكانوا قبل الانتخابات كانوا يهددون هؤلاء أنه لا نسمح للذين ينتمون إلى الإرهاب إلى حزب العمال الكردستاني أن يكونوا رئيس البلدية وبصراحة عندما تريدون أن تقيلونهم فلماذا أتيتم بصناديق الإقتراء؟ يعني هذه القضية صارت ردت فعل القضي من قبل جميع أحزاب المعارضة حتى أحزاب القومية المتطرفة أيضا خالفوا هذه الحمد والهجوم سيد جواد جوك كيف ستنعكس على الأحزاب الأخرى المعارضة التي ترى أنه لا مجال لممارسة الديمقراطية أو السياسة في تركيا في ظل قمع الحريات التي يمارسها أردوغان؟ يعني نحن لا نقدر أن نتكلم عن الحريات في تركيا بشكل عام لأنه مثلا في حريات الصحافة نحن في رتبة 160 من بين 180 بلد يعني الوضع مأسافي جدا بهذا القصوص ومن جهة أخرى أنه يعني حتى النواب من حزب الشعوب الديمقراطية هم كانوا مجروحين في هذه المظاهرات ولهذا الأحزاب المعارضة هنا كلهم اعترضوا على تلك الهجمات والاعتقالات وبصراحة كانت خيبة أمل في الساحة السياسية التركية شكرا جزيلا لك سيد جواد جوك المحلل السياسي كنت معنا من اسطنبول شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك